تغلق في هذه اللحظات مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية الأمريكية بولايات جورجيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وفرجينيا وفروريدا إلى جانب ولايتي كنتاكي وانديانا فيما يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في بقية الولايات وتباينت معدلات الإقبال على التصويت في الولايات الأمريكية بين جيدة وضعيفة مقارنة بالتصويت عبر البريد يأتي ذلك في ظل احتدام المنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين ومحاولة الجمهوريين الحصول على أغلبية مقاعد الكونغرس إلى ذلك أفاد مسؤول في وزارة العدل الأمريكية بأن وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون مستعدة لمجموعة من التهديدات المحتملة على الانتخابات